لمزيد من التفاصيل من فيينا مراسل القاهرة الإخبارية خالد أبو بكر ينضم إلينا الآن خالد أهلا بك في هذه الجولة لفت نظري فقط في هذا الخبر أن المعلومات جاءت إلى النمسا من الولايات المتحدة الأمريكية من المخابرات الأمريكية لتكون هذه نقطة الانطلاق لفهم ما حدث في فيينا من القاء القبض على اثنين من الدواعش تحياتي إليك ياسر بحسب مشفى المستشار كارل نيهامر وكذلك وزير الداخلية جيرهارد كيرنر أن معلومات وصلت إلى المخابرات العسكرية النمساوية من نظيرتها الأمريكية ومن جهاز مخابرات عسكري آقر لم يسميه المستشار نيهامر في مؤتمره الصحفي بأن هجوما يجري التخطيط له لاستهداف حفل موسيقي سيحضره الآلاف من المواطنين النمساويين من خلال تنظيم داعش الإرهابي وهي المعلومات التي تلقفتها أجهزة المخابرات خصوصا جهاز أمن الدولة والمخابرات النمساوي حتى جرى اعتقال المتهم الأول وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما وجزوره تعود إلى مقدونيا الشمالية واعتنق الأفكار التكفيرية وجرى مبايعة تنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت بحسب ما كشفت وزارة الداخلية هذا المتهم بحسب المعلومات الواردة من التحقيقات قد خطط لاقتحام الحفل بسيارة مفخخة بمواد متفجرة جرى تحضيرها حضرها بنفسه وأشارت التحقيقات أيضا أن له شريكا آخر جرى القبض عليه يبلغ من العمر 17 عاما وتعود جزوره إلى تركيا وصباح اليوم جرى القبض على متهم ثالث يبلغ من العمر 18 عاما وتعود جزوره إلى العراق هذا المخطط تسبب في إلغاء سلاس حفلات جرى الحجز لها منذ نحو عام للمطربة الأمريكية تايلر سويفت وهو ما أصاب المواطنين الذين كانوا يأملون في قضاء أوقات سعيدة في عطلة نهاية الإسبوع في هذه الحفلات بكسر القلب كما وصفت الصحافة النمساوية وحقيقة مسألة الغاء الحفلات بعد القبض على أولئك المشتبه في أنهم كانوا يخططون لتفجير أحد هذه الحفلات تسبب في سجال سياسي فرأى الكثير من الأحزاب السياسية أن الوزارة الداخلية تسرعت في إلغاء هذه الحفلات وأنه كان بالإمكان أن تحفين مع المطربة الأمريكية لأن إلغاء هذه الحفلات بحسب حزب الحرية على سبيل المثال قد يؤدي إلى تشويه صورة فينا كبلد آمن في موسم العطلات الذي يتوجه فيه الكثير من السائحين إلى العاصمة النمساوية خالد ارتباطا بهذه النقطة وكيف استقبلت النمسا النمساوية والداخلية النمساوية هذا الحادث يقال أن هناك رفع لدرجة التأهب الأمني لمخاطر الإرهاب في أي مشاهد يمكن أن تلمح وتحدد لنا رفع حالة التأهب باعتبارك موجود على الأرض في العاصمة النمساوية أعلنت بالفعل وزارة الداخلية عن إجراءاتها في رفع حالة التأهب الأمني وقالت أنها ستعتمد بالدرجة الأولى على الفرق الأمنية التي ترتدي زيا مدنيا حتى لا تكون ملحوظة خصوصا في تلك المناسبات التي تتضمن تجمعات كبيرة كما الحال في حفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم والاحتفالات المختلفة سيجري تطويقها بأولئك الرجال سواء كانوا بالدرجة الأولى يرتدون زيا مدنيا أو يرتدون ملابس الشرطة العادية فضلا عن أن تعليمات مستدامة صدرت بأن تبتعد مناطق صف السيارات بمسافة كبيرة عن مواقع تلك الفعاليات المختلفة سواء كانت فنية أو رياضية أو ثقافية أيضا تسبب هذا الرفع للحالة الأمنية فيه انتقادات أيضا من جانب اليمين المتطرف الذي اتهم الحكومة بأنها فتحت أبواب النمسا على مصر عايها للمهاجرين الذين سحبوا ميزة مهمة من مزايا العاصمة النمساوية وهو مؤشر الأمن والأمان فيما اعتبر المستشار كارليني هامر أن التنظيمات الإسلامية الراديكالية تريد أن تسلب أوروبا الديمقراطية والحرية وهو ما قال أنه سيكافحه مع بقية الحكومات الغربية شكرا جزيلا من نبينا العاصمة النمساوية خالد أبو بارك المراسل القيرة الإخبارية شكرا خالد شكرا